السلام عليكم الوصفة اليوم كما كتشوفو غادي نصاوبو البطبوط اللي كيتعمر وكيطيب في المقلاة كيجي رائع مفش فش وورطب والديد بزاف بحشوة اللي اللي دو اقتصادية دوزو بشوفو المقادير الطريقة ونبدو بسم الله فقنا العجن هنايا غادي ندير جوج معالق صغار من الخميرة ديال الخبز ديال رفع وغادي نديرو الماء بالنسبة الماء حتى جيت كاس ونصب قياس كاس العنبة وغادي نديرو واحد لمعلقة صغيرة ديال اللاسل وكذلك غادي نزيدو هنايا الدقيق عندي هنايا 250 جرام ديال الفينو مع 250 جرام ديال دقيق الفورس اي الدقيق الابيض يكون منوعية مزيار نغرب لهم بجوش ضروري تخلطو مبيل الفورس والفينو بش يعطيكمش النتيجة اللي هي زوينا وغادي نزيدو واحد راس معلقة صغيرة من محسن الخبازة ديال رافعة حتى هو كيرطب لنا البطبوط وخاكين خلي يجين فش فش ووهشيش بساف غير جربوه ولكن ما تكتروش بزاف حيتنا درت غير نص كيلو غادي نديرو راس معلقة صغيرة فقط إلا درتو كيلو غادي نزيدو واحد شوية على القياس اللي اعطيتكم غادي نزيدو دابا الكيمية ديال المالي بقاتلينا وكذلك الملح في الاول اللي عجينة كتكون مرخوفة ضروري اللي عجينة ديال البطبوط ما تكونش قاصحة إلا كانت قاصحة ما غاديش يجيكم البطبوط هشيش وصافة هنا يا غادي نبدأ نجمع في الاول روخة تبليكم خفيفة لأنه فيها الفينو والفينو كيتشرب سوائل فما تخافوش من العجينة وما تزيدوش لها الماء هنا يزد جوج معالق صغار ديال زيت الزيتون حتى هو كيرطب العجينة وكيعطيها الماء داقل ديد هنا يردلك العجينة مزيان مزيان تقريبا واحد العشرة ديال دقايق وانا كندلك في العجينة حتى كترجع لها الشكل هذا وكنأكد على العجينة تكون خفيفة ما تكون شقاسها صافة غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر على خاطرة انا صايفت العجينة في الاول حطيتها وهذا غادي ندوز باش نوجد الحشوة بالنسبة للحشوة غادي نديرو الخضر اللي متكونين من الكرعة الخضراء الفلفلة حارة الفلفلة حمراء والبصلة الخضارية اللي تقدرو تعوضوها بحبة كبيرة ديال البصلة وغادي نحتاجو هنا نص ديال صدر دجاج غادي نتحنوه انا هنا تحنتو في الهاشوار ولا اخوضوه متحون وغادي نخلط معي الكفتة ديال البقري در تقريبا واحد لمية وخمسين جرام ولا ما كاملاش غادي ناخدوا واحد لعشرة درام ولا خمستاش لدرهم بحلاكك وكتخلطوها مع الكفتة ديال دجاج كجيل ديال صراحة غير جربوها غادي نحطها هنا في المقلاة نزيد عليها الملحة والزيت البلدية ولا زيت عادية اللي متوفر عندكم وغادي نزيد البصار ماينديروا رسمع القاني ما كانش عندي دك شي اللي كان عندي درتو وغادي نزيدو التحميرا سكين جبير غير شوية وكذلك شوية ديال كامل ما تكتروش بزاف وانما كتبغيوش ما تديروش صافي غادي نحط هديك الكفتة دبات شحر وغادي ندوز هنا ينقطعها الخضرة انا متوفر عندكم بصلة الخضرية راكت جيل ديال بزاف المهم هنا يرى قدرت ديال بصلة الخضرية مع الفلفل الحمراء انا قدرت حبة وحدة ونص حبة ديال فلفل الحمراء ما ديروش فلفلاء خضراء منصحكم شبهها صراحة تخسر الماداق هاد الحمراء فيها واحد الماداق لديد بزاف هنا ينبعد ما طحنت كل شي غادي ندير هاد الخضراء هنا في الصفاية حيث تخصات بقطر مزيان من الماء وغادي ندوزو نحكو هديك الحبة ديال لقرع صافي مبعد ما كتشحر لنا الكفتة شوية كنزيدو عليها هديك الخضراء اللي قطرنا من الماء وكذلك حتى القرعتها هي كنعسطروها من ذاك المالي فيها هنا المقلجتني صغيرة ما ساعدتنيش باش نبقى نشحر الخضراء قدرتها في طنجرة وزيت ليه هنا شوية ديال العطرية غادي نزيد هنا شوية ديال التوما بودر إلي ما عندكمش ديروا واحد راس ديال التوما صغير غير قطعوه ما تحكوش صافي وغادي نبدوك نشحروا على عفية تكون متوسطة غادي نزيدو معلقة من القصبر والمعدنوس يعني معلقة ديال القصبر ومعدنوس صافيك نخلطه كل شيء نحطه في واحد تفصل ونخليوه هكي برد وندوزود عبال العجينة بعد ما خمرات انا رخليتها كتر من ساعة الوقت حتى ساليت تحضير ديال هديك الحشوة ساليت شغلي هاد ستليها والعجينة ديال بطبوط را قدش ما خمرتك جيزوين بتخافوش من هاي لخمرات بزاف هنيا غادي نقصم هاد العجينة لتمنية ديال القيطة وغادي يجيوني الحبات ديال البطبوط شوية كبار يعني ماشي ميني بطبوط تقدرو تخرجو منهم حتى العشرة ولا تناش الى بغيتو البطبوط يجيكم صغير صافينا يكن نكوروهم نحطوهم شي لاطا تكون مرشوشة بطقيق نغطوهم خليوهم غير واحد شوية تقربين غير واحد ثلاثة ديال دقايق غير علامة كيترخفو وكينبدو كنديروه في الحشوة المهم بالنسبة لهذا الحشوة هادي اللي درت معاكم راحا كفادني في هادا الكيمية كلها ديال العجين وعاد شاطط ليه واحد شوية يعني هاد القياس هادا ديال الحشوة مع العجينة غادي يجيكم هو هاداك وعاد راح كييجي عامر مزيان كيمشته كلا كورا كندير فيها جوج معا القيكبار عامر مزيان ديال الحشوة وهنا ايفاش تكونو كتلقوها حاولو ترقو غير الطراف اما الوسط خليوه اغليد حيث الطراف هما اللي كان بقاو كان نجمعوهم دكشي علاش يكونوا رقاق وهنا اه لا بغيتوا تديروا هاد الفرماج ديال الصوندويش تقدروا تديروه انا النص درت فيه والنص ما درت شويه صافيو كان نبدأو نجمعو غير بشوية ما تجمعوش العجينة بسا فلوصب ودروري تحطوها في لاطا تكون مرشوشة بالطحين بحر ما يلسقوش ليكو فاش كنكوروهم ما كان جيو في النسالي والحباء الاخيرة حتى كلقو هادو كلولي نرتاحو صافيو كان تلقوهم واحد شوية بيتنا وكندوزه باش نطيبوه المقلاء حاولوا تدهنوها بشوية ديالزيت ولا الزبدة وكنحطوها غير كي يبدو يتنفخو كنقلبوه ما تخليوه حتى يتحمر بثاف ملتحتها تقلبوه غير كي يدهبلون يلوحد شوية ملتحت وكي يشد فراسو صافيو كتقلبوه على الشيها الاخرى وكتستمرو كل مرة كتقلبوه على الشيها وكما قطليكم إلا بغيتو يجي اللون ديالو مذهب دهنو المقلاء بشي شوية ديالزيت ولا الزبدة ولبغيتو يجيكم عادي بحل الخبز فما تحتاجوش انكم تدهنو شفتو كيفاش كي يجيره كي يجي عامر مزيان بالحشوة وهدا هو الشكل النهائي ديال بطبوط اللي حضرت بعاكم اليومه صراحة كي يجي رائع وصورة كتوضح لكم كل شي كي يجي مفش فش ورطب بزاف بزاف ما كيقصحش نهائيا غير جربوه إن شاء الله غد يستقلكم من أول تجريبة إلا عجبكم فيديو بارتاجيه مع الأهل والأصدقاء ديالكم خليتكم مع الأخير إلى فيديو قادم إن شاء الله مسلام عليكم اشتركوا في القناة